سلام عليكم. ان شاء الله نكمل محاضرة البي اتش وناخد التطبيق بتاعنا العملي في المحاضرة دي. والكلام عن الاسد بيس ديستربانس. طيب في الاول المحاضرة اللي فاتت قلنا فيه قالنا فيه علاقة بين اللي هي البي اتش وبين الهايدرشن اين كونسنتريشن والعلاقة دي علاقة عكسية. وان الهايدرشن اين كونسنتريشن لما بيتغير فيه عندي ثري لاين بيبقوا وقفين ضد التغيير ده. اول لاين اللي بيشتغل فيري رابد والفيرست لاين وزين ميلي سكند كان البفر. بيليه اللانج بتشتغل وزين فيو مينتز. ده اللي هي من تلاتة لاتناشر مينتز. وده عن طريق انها بتتحكم في السي اوتو. وبتتحكم عن طريق ايضر او ديكريز الرسبايراتوري ريت. يتغير مستوى السي اوتو. فيغير معا الهايدرشن اين. طيب واخر حاجة اللي هي السيرد لاين وتشتغل وزين اورس تو ديس. هي كانت الكدني عن طريق انها ريجيوليت البي كاربونات والبي كاربونات ده هي بتتحكم عن طريق البي كاربونات في الهايدرشن اين كونسنتريشن. قال لي طيب احنا اخدنا انك فيه نورمال ريشيو بتوين الباي كاربونات والكاربونيك اسد. وزي ما احنا شايفين الريشيو دي بتوصل لكام. قال لي الريشيو دي النورمال عشرين لواحد. عندها بنحسب البي اتش بنلاقيه اكوال سبعة واربعة من عشرة. بنحسبه اللي هو اللي عنده بنقول ان البي اتش النورمال سبعة واربعة من عشرة. دي بتكون الريشيو بين البي كاربونات والكاربونيك اسد اللي هي عشرين لواحد. والكونسنتريشن اف هيدرشن اين الهايدرشن اين في الاكسترا سيلولر في لود عندي اربعين نانومول بيرلتر. من هنا قال نبتدي نعرف حاجة من اتنين. تغيير البي اتش هيكون يا بالزيادة يا بالنقص. طيب قال هنا لما يكون فيه ده معنى ايه? قال لي معناه هايدرشن اين كتير. طيب والكالوزس قال لي فيه في الهايدرشن اين. طيب علاقة الهايدرشن اين بالبي اتش ايه? علاقة عكسية. زيادة الهايدرشن اين معناها ان هنا البي اتش بيبقى قليل. ده دياجنوز لمين? للاسيدوزس. يبقى زيادة معنى البي اتش قليل. يبقى بتدي يقول ان الاسب ده عبارة عن اسيدوزيس. طيب لو الالكالوزيس معناه ايه? معناه ان الهايدروجين اين قليل. فالبي اتش بيزيد. طيب هنشخص الكلوزيس. قال طيب نبتدي علشان اعمل تشخيص اعرف الارقام اللي هتعامل معها. امتى هقول ان البي اتش ده هشخصه اسيدوزيس? وامتى اقول اني هشخصه الكلوزيس? قال لو كان البي اتش اقل من سبعة خمسة وتلاتين من مية. هنا هنشخص ايه? قال لي هنشخص اللي هي الاسيدوزيس. طيب لو كان البي اتش اعلى من سبعة خمسة واربعين من مية. هنشخص ايه? قال لي هنشخص الكلوزيس. طيب او بتاعت البي اتش بتوين ايه? قال لي بتوين سبعة خمسة وتلاتين لسبعة خمسة واربعين. ده النورمال ايه? النورمال آآ رينج بتاعنا. طيب يبقى احنا هنا بدأنا خلاص عرفنا اسيدوزيس وعرفنا الكلوزيس. قال لا مش بس كده. ده انت لازم تتعرف على حاجة مهمة قوي. ان احنا هنبتدي نقسم الاسيدوزيس والالكالوزيس الى ميتابوليك او ريسبايراتوري. عن ايه? هاعتمد على ايه? قال لي هنعتمد على السبب الاساسي هو ايه? فقال لي لو كانت النورمال ريشيو عندي بين السي و تو واله السي و سلي اللي احنا حسبنا بها البي اتش؟ تغيير اي حد فيهم هيغير فيه البي build بتاعتنا. لو كانت تغيير ريليتد ليه السي او تو? فهيكون ريسبايراتوري. ولو التغيير ريليتد ليه اله سي و سري? فهايكون ميتابوليك. يبقى اساسا هنا هبتدي قسم ميتابوليك او ريسبايراتوري. ميتابوليك هو مين? قال لي هو اله سي وسري ودي بيعتمد بتعتمد على مين في بتاعها على الكيدني. طيب ويه السي اوتو اللي ده هنا التغيير في السي اوتو للأسباب بتبقى ريسبايراتوري لان الريسبايراتوري او اللونج هي اللي بتتحكم فيه. وبالتالي هيكون عندنا نوعين من الديستربانز. ميتابوليك اسيدوزيس او الميتابوليك الكالوزيس. طيب من غير ما نشوف كلمة ميتابوليك تعني ان الدفكت فين? في البايكربونيت. طيب اسيدوزيس والكالوزيس. اعجبهم ازاي? هي البايكربونيت اللي موجودة في جسمنا دي هي بتاعني بالنسبة لنا اصد ولا بيس؟ لأ دي البايكربونيت هي المصدر بتاعنا. الليه الليه؟ البيس. طيب يبقى معنا كده ان البايكربونيت دي لو زادت يبقى الشخص عنده ايه دا بيس. يبقى لو زادت يبقى الكالوزيس. طيب لو قلت يبقى معناه ان عنده ايه? عنده pirate واصيدوزيس. عنده نقصة فيه البيس في الالكالوزيس. يبقى هنا كلمة او هتبقى واشمعنا قلت الكدني? لان الكدني هي اللي بتعمل البيكاربونيت. البيكاربونيت دي بتمثل في جسمي البيز. لو البيز زادت يبقى عندي هنا الكالوزيس. لو هي قلت يبقى عندي ايه? عندي اسيدوز. طيب هي قلت هنا لما بتقل بيحصل ايه? لما بيكون عندي كمية الهايدروجين هي بتعمل لها بفرد. لو قلت ففيه كمية هايدروجين هتبقى نوت بفرد فيزيد هو ده الفكرة بتاعتها. ولو زادت هنا يعمل ايه? قال لي يعمل الالكالوزيس. طيب على عكس هنا هي الكدني هتبتقى في سكتة ده? قال لأ انت عندك نقصة فيه اللي هي البيكربونيت عندك زيادة في الهايدروجين اين هتبتدي كدني تاخد خطواتها. ايه خطواتها? تزود السيكريشن اوف هيدروجين اين وتبتدي تعمل لكل الفلتر دي بايكربونيت والفورميشن اوف نيو بايكربونيت يرجع كل ده على البلاد يكون ريكت الاسيدوزيس اللي حصل او المشكلة اللي حصلت. فالكدني هنا عن طريق انها تحكمت في اللي هي البيكربونيت. البيكربونيت دي بتتزبط بتزبط البي اتش. الدفكت في البيكربونيت سميناه كلمة ميتابوليك. بدأ دور اللنج. اللنج هنا دفكت في اللنج هي اللنج دي هتعمل اين مشاكل بتاعها? قال لي مشكلتها تبقى تعمل كلمة ممكن يكون اسيدوزيس او ممكن يكون الكالوزيس. طيب بس يكون الاسيدوزيس والالكالوزيس سببهم اللي هي اللنج ده مشكلته والاساسية اللنج. قال لي ازاي? قال لي مش اللنج اللي هي السي او تو? تمام. طيب المشاكل في اللنج اللي تغير السي او تو ده انت بتعتبره ايه? قال لي السي او تو ده احنا بنعتبره بيز. يبقى هنا ليه بتعتبر اه سوري باعتبره اسد. ليه باعتبره هنا اسد? ليه السي او تو اسد? قال مش فاكرين اللي هي المعادلة الشهيرة بتاعتنا ان السي او تو ده اول ما يشوف الووتر في وجود اللي هي الكربونيج انهايدريزي تحول ره هي مصدر في جسمنا. فعلشان كده لو حصلت مشكلة في زي كلمة هي ايه النتيجة اللي حصلت? قال لي في زيادة في سي او تو. ايه المشكلة في كان في في فنتيجة العائبون فيzonyك زاد السيو تو. السيو تو ده مصدر للاسد يبقى زίαده تعمل لي ايه? تعمل لي دوسيس. الاسيدوزيس كانت سببه مين? سببه فيتسمى ايه? طيب لو ما كانش حصل زيادة في malfunction تو. توي لما يقل هيحصل ايه? اللي هيقل изб agenda. طيب امتى يقل السيو تو تكون المشكلة في legs مشكلة في المشكلة في هايبر فينتليشن. عملية ووش للسي او تو او ديكريز السي او تو. فقال الهايدروجين اين. فنسميها ايه? ريسبايراتوري الكالوزيس. يبقى قال لي لما يكون المشكلة برايمير اللي فيه اللنج هيتسمى ريسبايراتوري اسيدوزيس او ريسبايراتوري الكالوزيس. فقال الجملة الشهيرة اللي هي بتلخص لكل اللي احنا قلناه ان الفاكتور افكتنج البايكاربونيت هنا كونسنتريشن. هتدي الاسباب بتاع ايه? هتدي الاسباب. والميتابوليك عندي حاجة من اتنين. اصيدويس او الكالوزيس. طب انت بتبص على البيكاربونيت على انها البيز ولا الاسد في جسمي? لا البيكاربونيت دي البيز اللي موجودة في جسمنا. يبقى زيادة البيز دي تعمل لي ايه? تعمل لي الكالي. ونقص البيز دي تعمل لي ايه? تعمل لي اسيدويس. طيب نبص اللي التاني سي او تو. ünde باي اللانج. السي او تو ده انت بتبص عليه في جسمنا على انه ايه? قال لي على انه الاسد. طيب يبقى زيادة ده يعمل ايه? اسيدوزيس. نقص السي او تو يعمل ايه? يعمل الكالوسيس. ويبقى اسمه او ريسبايراتوري الكالوسيس. يبقى الحاجات اللي هتغيرها هتبقى ميتابوليك. السي او تو اللي يتحكم فيه او هتبقى ايه? قال لي تبقى ريسبايراتوري. طيب نبتدي نتحامل بتاعنا الهندرسن هاسلباخ ونشوف هنقدر نعرف الاسيدوزيس من الالكالوزيس ونشوف التغيير اللي بيحصل. قال طيب لو انت متخيل عايزين نعمل اسيدوزيس. اسيدوزيس يعني ايه? قال لي يعني بتاعتنا ديت ال. طيب امتى البي اتش ديت البي كده مسابت? طيب سابت. يبقى دم هنا ما بيتغيرش. قدامك ايه يتغير? قال لي قدامي الريشيو دي هي اللي تتغير. طيب يعني ايه? قال يعني لو الريشيو دي قلت البي اتش ده بي ايه? هي بي اتش? والعكس صحيح. طيب تعالوا نشوف كده. يبقى اول حاجة هنقول اللي كلمة سيدوزيس انا على طول اقول فيه ديكريس في البي اتش. البي اتش هنا قلت. المعادلة دي اللي متغير فيها ده سابت. يبقى المتغير فيها هي الريشيو. يبقى الريشيو دي حصل لها ايه? الريشيو دي قلت. وبالتالي البي اتش ييقل وبالتالي يبقى عندي اسيدوزيس طيب البي اتش هنا علشان يقل يبقى انا عملت ايه عشان اقلل الريشيو لما تحاول تقلل الريشيو هنا ده كده في الحساب يقول ده البسط بتاعنا وده المقام يبقى قسمت على مقام كبير او كان البسط هو اللي قليل يبقى هنا في حاجة من اتنين يا ديكريس في البايكربونيت يا انكريس في السي اوتو فكده اقول ان الريشيو دي قلت طيب قال هنا تعالوا نشوف انا هنا في الحالتين هيبقى عبارة عن ايه قال لي انت بتتكلم عن ايه قال لي عن بي اتش قلت بي اتش قلت اقل من كام قال لي اقل من السبعة خمسة وتلاتين من مية عشان اقدر اقول انها اسيدوزيس زي ما اتفقنا طيب الريشيو دي قلت واحنا اتفقنا ان الريشي سي او سري دي اللي هي في المعادلة فوق على السي اوتو تحت الريشيو دي قلت يبقى هنا يا اما المقام ده زاد المقام زاد اللي هي زاد السي اوتو او البسط ده قل هنا يبقى ده المقام زاد او البسط قل يبقى هنا التغيير في السي اوتو هسميه ايه هسميه ريسبايراتوري يبقى الريسبايراتوري معناها ايه اللي معناها انكريز في البي سي اوتو طيب و الميتابوليك الميتابوليك ريليتد للاتش سي او سري يبقى هنا ديكريز الاتش سي او سري يبقى كلمة اسيدوزيس ايضر ميتابوليك الميتابوليك هتبقى بتاعتنا. طيب هيبتدي يقول لي هنا. انت متخيل دلوقتي فهمت ان في حاجة اسمها اسيدوزيس. طيب لو حبيت تعمل ميكانيزم للاسيدوزيس اللي موجود عندنا ده. او حتى لو كان هنعمل ايه? الكلمة ان انا عندي two system شغالين او complementary system. عندي فيه respiratory system. وعندي اللي هو الكدني. طيب الاتنين دول واحد بيشتغل correct اللي هي defect او الاتنين يشتغلوا مع بعض correct defect. قال لو كان السبب في واحد من السيستم دول فالتاني هو اللي يشتغل. يبقى هنا لو كان اي acid based disturbance primary caused by one system فالcompensation يبقى بال complementary system. تقول مش فاهمين الجملة مش فاهمين معناها ايه? قال طيب عشان نفهم معناها نشوف لو كانت المشكلة primarily يعني مشكلة اساسا كانت في اللانج. ونقول عندنا respiratory acidosis. respiratory acidosis هنا مشكلة في اللانج هتبقى ايه? هتبقى مشكلة قدت لزيادة CO2. يعني فيه hypo ventilation فحصل accumulation لل CO2 فالCO2 زاد. CO2 زاد. واحنا قلنا ان CO2 لما يزيد فيه hydrogen ion زاد. يعني فيه هنا ايه? فيه مشكلة عندي حصلت في البي اتش وهنا المشكلة راجعة ليه? فسميناها ايه? respiratory acidosis. طيب في حالة ال respiratory acidosis مين اللي هيشتغل عندي? علشان correct البي اتش بتاعتي. قال اللي هيشتغل هنا عندي مين? هتشتغل الكدني. الكدني تعمل ايه? قالك مش انت عندك acidosis عندك زيادة في الهيدروجين ايون. فهاعمل secretion للهيدروجين ايون. هخرج هيدروجين ايون. ومعه لما اخدنا ان انا مع secretion للهيدروجين ايون بعمل ايه? reabsorption للبي كربونات. وجنيريشن اوف نيو باي كربونات موليكيول. فقدر اعمل correction للهيدروجين ايون تورد ايه? تورد النورمال. يبقى بيقولي الكمبونسيشن عشان لما نتكلم ونقول انا هنا correct الديفكت بايه? اللي الكمبونسيشن لما يكون فيه مشكلة يبقى التاني هو اللي ايه? هو اللي يشتغل. اللي هي عندي هنا مشكلة في الكدني اشتغلت. لو مشكلة في الكدني اللونج تشتغل. لو هنا ما فيش مشاكل في الاتنين في الاتنين يشتغلوا عشان يرجعوا الهيدروجين ايون كونسنتريشن تورد النورمال. طيب. الفكرة بتاع الكمبونسيشن وصلت. عايزين نفهم بقى عندي هايدروجين اين كتير. بس هايدروجين اين والمشكلة الاساسية كانت في مين? قال لي كانت موجودة فيه اللونج. طب مشكلة اساسية في اللونج يعني معناها ان الريشيو بتاعتي او سي او تو هيحصل له ايه? قال لي الهنا معنى كلمة ان انا عندي ليه اسيدوزيس. فانا حصل عندي اكيوميليشن ليه? انا مش قادر اخرج السي او تو. قال ليه دي كريز الالميليشن دي بنسميها كلمة معناها اللي هي كلمة ما بقتش بعمل بتاعتي في عندي زيت طيب لما يزيد ايه اخبار هو كمان زيت زيادة معناها معناها كلمة يبقى اول حاجة انا عندي زيادة في الهايدروجين نتيجة لزيادة اللي هي في مشكلة عندي في مشكلة عندي اساسية في طيب قال لي هنا لما يكون بص على النورمال ريشيو اللي كانت موجودة اللي هي ريشيو عشرين لواحد ولما بحسب اللي هي لغارة العشرين بيطلع واحد وثلاثة من عشرة والبي اتش بتاعتي متزبطة سبعة واربعة من عشرة طيب انت بتقول في اللي هي الاسيدوزيس هنا عملت ايه في الريس بايراتوري اسيدوزيس ريس بايراتوري يعني اللي هي علاقة بالسي او تو هيحصل ايه قال لي اكيوميليشن للسي او تو اكيوميليشن للسي او تو السي او تو عندي زاد يبقى كميته زادت عملت وحسبت الريشيو البايكاربونيت زي ما هي عشرين على اللي هي السي او تو اللي هي اللي اتنين عشرين على اتنين equal 10 على 1 يبقى في الحالة دي اللغة رتمه 10 equal A طيب ال 1 حسبتها للسابت السابت عندي هنا 6 و 1 من 10 يبقى طلع كله 7 و 1 من 10 7 و 1 من 10 دي هنا لما بصيلها اقول هي اقل من ايه قال لي اقل من السبعة 35 من 100 يعني دي ايه قال لي يعني دي اسيدوزس طيب والاسيدوزس ده سببه ايه قال لي سببه زيادة في فهنا اقول ده نوعه ايه قال لي نوعه يبقى ايه ايه اخبار عندك الريشيو حصل لها ايه ادي الريشيو هنا عشرة الواحد يبقى الريشيو قلت على طول بعرف ريشيو تقل يبقى حصل ايه يقل يبقى اول ما حصل في الريشيو النورمال ريشيو دي قلت على طول اقول بتاعي ايه لان هنا بالمعادلة بتاعتنا ما عنديش متغير غير الريشيو اول ما تقل لي طيب يقل اقل من ايه عشان نتعامل بالارقام اقل من سبع خمسة وتلاتين من مية طيب الريشيو دي قلت نتيجة لإيه انت اشتغلت على البسط ولا على المقام قال لي لا انا اشتغلت على السي اوتو فهنا هدك هنا الريشيو دي قلت نتيجة ليه قال لي نتيجة لزيادة الارطيريا البي سي اوتو اكتر من كام قال لي اكتر من الخمسة واربعين زي ما هنعرف احنا هنبتدي في المسائل بتاعتنا وفي كل التعامل نسبت اللي هي احنا اخدنا اربعين قال احنا هنا هنبتدي نتعامل معها على انه من خمسة وتلاتين لخمسة واربعين كده الارقام بتاعتك ايه ايه الارقام بتاعتنا بقت قريبة من او هي زي سيم عشان نبقى حافظين ارقام واحدة يبقى البي سي او تو نورمال رينج بتاعي من كم من خمسة وتلاتين لخمسة واربعين عشان كده كتبنا هنا انه احنا نقول ASIDOS لو زاد عن كم قال لي اكيوميليت اكتر من خمسة واربعين يبقى ده ال�� constantly طيب تاعتаюсь اسيدوزيس. طيب اسيدوزيس كوزد بايه? من غير ما بص ولا حد يقول لي انت بتش بتقول نسبة زادت? يعني انا مش قادر اعمل للسي او تو. يعني انا هنا فيه طيب ما الهايبوفنتليشن من غير ما اسألك انا تقول لي حاجة اعمل دراج او ديزيز. او مشاكل في ديزيز اللي اخدناه انفزيما والبرونكيا الازمة او الحالات الاسفكسية. او يكون في مشكلة في النيرف والمسل مش هما ده كده التركيبة بتاعت ادي اللي هي السنتر وادي الديزيز وادي اللي هي المسل والنيرف ديس اردر. فالحاجات دي كلها عملت ايه? خلت مش قادرة تطرد السي او تو. هنا حصل دي دي بنسميها كلمة ايه? قال لي بنسميها كلمة هايبوفنتليشن. هايبو يعني دقلت الفنتليشن. فحصل اكيوميليشن للسي او تو. زيادة السي او تو. هي اللي دخلتني في الاسيدوزيز. فسميته كلمة ايه? قال لي سميته كلمة ريسبايراتوري اسيدوزيز. طيب قال لك في الحالة دي لما تفكر ان انت تعمل كومبونسيشن. تبص تعمل ايه? قال بص على الرشيو. انت كنت عامل ايه? قال انا كنت مزود السي او تو. طيب عشان ارجع الرشيو دي للنورمال. المفروض اعمل ايه? قال لي المفروض ازود الاتشي سي او سري. يبقى الاتنين بيؤذروا بعض. في واحد زاد التاني هيزيد. عشان كفة الميزان ترجع تتزبط الرشيو مرة تانية. فقال لو هنا زودنا البيكربونيت لاربعين. يبقى اربعين على عشرين. هي النسبة عشرين لواحد. هي البي اتش بتاعتي ترجع لايه? ترجع للنورمال. قال لي يعني الكمبونسيشن هنا ان انت هتزود الاتشي او سري. قال ايوا الكمبونساتوري رسبونس هي ان انا ازود الاتشي او سري. بان انا هضيف الاتشي سي او سري. طب وهضفها منين? هي عن طريق اللي ايه? عن طريق الكيدني. طيب لما انت عملت كده يا عملت ايه? قال لي كاونتر بالانس. زا انكريز اوف البي سي او تو. انت كده عادلت زيادة البي سي او تو. فحاولت ترجع الريشيو طورد النورمال. فالبي اتش عندي رجع طور النورمال. يبقى زي ما زاد سي اوتو. هتزود الاتش سي او سري. زودت اللي هي البسط علشان المقام بتاعي زاد. فارجع النسبة للنورمال عشرين لواحد. فاحسب البي اتش هالقي سبعة واربعة من عشر. رجعته طور النورمال. ويبقى الكمبونساتوري ميكانيزم هنا. ان الكيدني تبتدي تزود اللي هي الاتش سي او سري في الاكسرا سيليلر في الويد. طيب. لما ناخد ميتابوليك اسيدوز. تعالوا نقرأها واحدة واحدة. ميتابوليك يعني السبب مين? يقول لي على طول بص على البايكاربونات. طيب يعني ايه كلمة اسيدوزيس? يعني البي اتش قل. طيب البي اتش قل هنا هيكون نتيجة لايه? لما يكون هنا اسيدوزيس قل لك هنا هيكون نتيجة النقص البيس. دي البيس عندي. فهنا الاتش سي او سري قلت. فانتوا فاكرين لما احنا قلنا النسبة الاتش سي او سري دي اللي موجودة فوق فيه البسط. والسي اوتو اللي موجود تحت. فانه عشان قل للريشيو فبيقل الليه الاتش سي او سري. طيب شفتوا هنا الريشيو قلت للنص بقت عشرة. اسمت العشرة على الواحد بقت لغريتما عشرة. لغريتما عشرة بواحد. جمعت الواحد للسالب طلعت البي اتش سبعة واحد من عشرة. طيب تبص للبي اتش الليه اول حاجة سبعة واحد من عشرة معناها انها اقل من كام? اقل من سبعة خمسة وتلاتين من مية. يبقى دي حالة ايه? حالة اسيدوزيس. طيب حالة اسيدوزيس. ابصة عالسي او تو. السي او تو اخبره ايه? نورمال. طيب الاتش السي او سري هي اللي ايه? هي اللي قلت. فنوع الاسيدوزيس ده ايه? ميتابوليك اسيدوزيس. ميتابوليك اسيدوزيس كراكترايزد باي ايه? قال له تعال نشوف. هيبقى فيه ريشو قلت. مش هو اسيدوزيس. يبقى ريشو قلت والبي اتش قل. الريشو هنا قلت. نتيجة ليه? قال الريشو هنا قلت. فقللت اللي هي البي اتش. بس كان المرة دي نتيجة ليه? نتيجة للاتش سي او سري. حصل ايه? في الاتش سي او سري? الاتش سي او سري. قلت. حصل دكريس في الاتش سي او سري. طيب نبص هنا للارقام. الاسيدوزيس شخصنا لان البي اتش اقل من ايه? اقل من سبعة خمسة وتلاتين من مية. طب الاتش سي او سري هنا هي نورمالي كام? قال لي نورمالي اريلي اربعة وعشرين. هنعمل ويد رينج او الرينج ما بين اتنين وعشرين لستة وعشرين ده هنعتبره اللي هي النورمال رينج بتاعنا اللي هنتعامل معاه في المسائل. طب انت قلت دي كريز دي البلازمة اللي هي اتش سي او سري تبقى اقل من كام? تبقى اقل من الاتنين وعشرين. علشان نشخص انها انها اسيدوزيز. يبقى فيه الميتابوليك اسيدوزيز. انا نقصت الاتش سي او حصل اكسس في الهايدروجين اين هما الاتنين بمعنى واحد. ان انت بقى عندك هايدروجين اين كتير كان نوت ايه? كان نوت بفر. ده انا مش لقيا له ايه? مش لقيا له بفر. فقال طيب ايه الحالات اللي تعمل لك ميتابوليك اسيدوزيز? ده اسيدوزيز ملوش علاقة باللونج خالص. قال لي طيب ما انت اول حاجة قلت ان انا عندي في الاتش سي او سري. زي ان يحصل لص الاتش سي او سري مع حالات الديارية. ودي اشهر حاجة اللي هي بتحصل. طيب قال لك ممكن تكون انت عملت اضيف اسيد في جسمي. طيب بتضيف اسيد في ايه? في حالة وفي حالة عادية نورمال. الديزيز ده الشخص بتاع الديابيتس اللي احنا بقى نعارفينه. اللي هي الديابيتك فيه اكيوميليشن. اللي هي اسيدو اسيتيت والبيتا اه في البلود. او واحد بيعمل او اكيوميليشن ليه? طيب هنا في واحدة عملتها بكولر مختلف عشان اقول لك خلي بالك المشكلة هنا عندك مين? المشكلة عندك هنا فالمشكلة لما تكون كيدني هي اللي فيها فالكيدني ما هتقدرش تشتغل. فهيبقى عندك هما اللي يشتغلوا البفر والرسبيراتوري سيستم هما اللي يحاولوا يعدلوا من البي اتش. لان هي مشكلتك هنا ان الكيدني مش قادرة ايه? مش قادرة انها تعمل اليمينيشن للفيكسيت اسد اللي هي اللي بيبقى موجود. وعارفنا عن ايه كلمة فيكسيت اسد? فيكسيت اسد اللي هو الاسد اللي جاي من السورس اللي هي غير السي او تو زي الميتابوليزم وغافر بروتين والفات الده الطبيعي في جسمنا. فمشكلتنا هنا في الكيدني باكدني مش هتقدر تعمل كوريكشن. طيب ممكن كمان اشوفي الاسدوزيس فيه? قلي حالات الشوك. قلي ليه حالات الشوك? حالات الشوك بيقل البلات سبلاي اللي رايح ليه التشو. لما يقل البلات سبلاي تبتدي تعتمد على الانيروبك ميكانيزم. فبيحصل برودكشن ليه لكتك اسد كتير. واحد هنا خد سلسلات كتير. اللي هي نوع من البيزنينج. ده اوفردوز. ده غدا. طيب وحالات الادسون. الادسون ده اللي هو حالات اللي اخدناها في الاندوكراين. وعندي ديكريس فيه الفونكشن بتاعة الأدرينا الكورتكس كلها فبيبقى فيه ديكريس في الألدستيرون فالدستيربنس هنا في الألدستيرون اللي هي related ليه إن الألدستيرون بيعمل استيميليشن ليه اللي هي الهايدروجين فبيزاود السيكريشن فلما يقل بيحصل للهايدروجين وعلاقة اللي هي الهايدروجين مع البوتاسيون بتبقى برضو لسبب الميتابوليك أسيدوزيس هنا طيب الميتابوليك أسيدوزيس اللي حصل ده إزاي أنت تعمله قل لك انت قلت إيه مش انت قلت إن انت قللت كانت اللي هي البكتشر اللي قبلها إن أنا قللت البايكربونيت وكانت اللي هي الرشيو بتاعتها عشرة طيب أنا هعمل إيه لما أقلل الرقم اللي فوق اللي هو البسط يبقى محتاجة مين زي ما قللت اللي هي البايكربونيت اللي هي السي قوتو يعمل إيه يقول لك السي قوتو أنا كمان هعمل إيه أنا كمان هقل طيب مين هنا هيبتدي يشتغل معايا قالك ده ممكن التلاتة سيستم يشتغلوا معانا مين التلاتة سيستم قالك انا ممكن البفر هنا يشتغل معانا ويبتدي يعمل ايه تاكنج ابل اكسيس هايدروجين انا هستقبل الهايدروجين الزيادة اللي موجودة عندك طيب واللانج تعمل ايه قالك اللانج هنا مش انا عندي نقصة فيه الاتش سي اسري اه يعني انا عندي ايه انا عندي اسيدوزيس طيب لما يكون عندي اسيدوزيس ده معناه ان فيه فيه هيدروجين ايين كونسنتریشن زيادة فاكرين المحاضرة اللي فاتت قلنا هيدروجين ايين استيمولات ايه الستيمولاتر اللي هي عن طريق استيمولاتر للبريفرال كيمو ريسبتور فيزود لما زود الفنتليشن اعمل ايه اقل من فيقل الهايدروجين ايين كونسنتریشن طوورد النورمال طيب هل اللونج تقدر تمشي طريق كله الحد الاخر وتوصلني للفول كومبونسيشن قالك لا مش فاكر ان احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان فيه limit للcorrection فاحنا هنا مش هنقدر نكمل فلي يكمل معايا من السيرد لاين اللي هي الكيدني لو الكيدني في كل اللي اللي احنا قلناه والاسباب اللي فاتت كلها الكيدني كانت نورمال فالكيدني تبتدي تعمل ايه عندي أسيدوس تبتدي تزود السيكريشن وتعمل ايه تكونسيرف البيكربونيت اهي حاولت تعمل correction للبيكربونيت ترجعه فبدأت تضيف بايكربونيت زودت هنا البيكربونيت وقللت شوية اللي هي هنا الواحد قلت ل75 من 100 لو حسبت النسبة دي 15 على 75 من 100 هي النسبة 20 ل1 رجعت البي اتشي تورد النورمال يبقى زي ما قلت البيكربونيت يروح اللي جنبه اللي هي الحاجة التانية اللي معايا اللي هي بتحافظ على ريشه هي كمان تقل هنا دايقل دايقل اللي رحت اللي قلت مع اللانج هي اللي عملت ووش ليه طيب ولما دا قال اللانج ما بتقدرش تشتغل كتير فتحاول الكيدني معاها انها تزبط فزودت لنا شوية في البيكربونيت فالريشيو بدأت ايه بدأت تتزبط وترجع كده باقي اني عملت كومبونسيشن فور الميتابوليك الامونيوم فيها كتير. علشان تعمل ايه? عشان وتبقى دايما بتعمل لليو باي كربونات ايدت للاكسترا سيليلر فلاود. فدي دايما كده بتيجي في الاسئلة بتاعتنا في الامسك يو علاقة اللي هي الامونيوم بايه? بكرونيك اسيدوزيس سواء او ميتابولي. لان ده المصدر الاخير عندي ان انا اعمل لهايدروجين وخرجه برا واعمل لنيو باي كربونين. قال طيب نبص على مرة تانية والمرة دي عايزين نشوف كلمة قال طيب مبدئيا انت هتزود ايه? قال لي هزود يبقى عايز ايه الرشيو دي تزيد. قلنا هنا ده ثابت ايه? عشان ازود لازم اغير فيه الرشيو. طيب عايز تزود الرشيو هزود اعمل ايه? قال يتزود البسطة عندك. اما قال للمقام اللي موجود. يبقى كلمة الكلوسيس انت في الكلوسيس الريشيو هنا عندك ايه? ادي الريشيو في على في الاكسرا سيليلر في لويت زادت. فده زود لي من ايه? قال لي زود لي من اللي هي البي اتش بتاعتي. طيب زود لي من البي اتش بتاعتي هنا معناها ايه? قال لي ده معناها ان انا عندي نقص فيه يعني عندي اللي هي كلمة وحسب الهاندرسون هاصل ده. فهنا كلمة زيادة اللي هي البي اتش هتكون نتيجة حاجة من اتنين. انت ايضا او ان انت عملت في ده احنا فهمنا اللي هي الكلام بتاع الالكالوسيس. طيب الالكالوسيس ده هنا اللي احنا بنعمله هيكون حاجة من اتنين. قال الالكالوسيس ده اللي هي زيادة النسبة او الريشيو اللي البي اتش هشخاصها اكتر من سبعة وخمسة واربعين من مية هتكون ايضا او ريسبايراتوري. طيب احنا دلوقتي فهمين كلمة يعني كلمة يعني يعني طيب زادت يعني معناها ايه? زادت يبقى ده ميتابوليك ايه? ميتابوليك الكالوسيس. طيب وهنا ليه يبقى هو اللي ايه? اللي ايه? هنا في في فعل فعملنا ايه? عملنا الكالوسيس. ايبقى هنا öyle هيبقى ايضا او ريسبايراتوري. طيب نبتدي بيه? الكمال اي انا عملة اختفي من عندي ده انا عمالة ادخل فيه الكالوسيس. طيب انت عملت ايه? عمل تعمل هيبر ذنتيليشن يعني ده انت عمل تعمل لصي اوتو فالصي اوتو عندي ايه الله عندي ايه الله طيب سي اوتو يقال لصي اوتو ده مش هو بالنسبة للي هو الاسد يعني معناها ايه معناها ان الهايدروجن اينها الدجون المعناها البي اتش بتاعتي ايه البي اتش بتاعتي الزيادة فده كلمة ايه كلمة الكالوسيس السبب هنا اللي يتشينج فيه STEVE 됩니다. السبب ده alcalosis يبقى celery materials Healcalosis حاجة للي تدلمين price انت عملت اعمل ووش للسي او تو عمل نعمل قال طيب في السي او تو الرسبيراتوري الكالوسيس عملت يعني السي او تو ايه? قال السي او تو قال. سي او تو قال لو هو نسبته بقت نص. اقسم اللي هي العشرين على النص كأنها اربعين على واحد لغة رتمي الاربعين بقت واحد وستة من عشرة. طيب اجمع الواحد وستة من عشرة على السابت طلعت سبعة وسبعة من عشرة. طيب السبعة وسبعة من عشرة دي اغبارها ايه? قال لي اكتر من السبعة والخمسة واربعين من مية. يبقى احنا عندنا كده كلمة ايه? عندي كلمة الكالوسيس. طيب والالكالوسيس تاني حاجة بص على ايه? قال لي نبص على السي او تو. لو السي او تو قليل يبقى هشخصها الكالوسيس. قديني لقيت الريشي بتاعتي او السي او تو قليل. يبقى شوفوا بنمشي ازاي بالترتيب? اول حاجة ابص على البي اتش. شخصت البي اتش اسيدوزيس ولا الكلوسيس? ابص هنا هنا لقيتها اكتر من سبعة واربعين من مية. فشخصتها على انها ايه? قال لي شخصتها على انها الكالوسيس. طيب الالكالوسيس تاني خطوة بص على ايه? قال لي تاني خطوة بص على البي سي او تو. البي سي او تو هنا لقيتها ايه? لقيتها قلت. قلت معناها ان الهايدروجين ايون عندي قل نتيجة لديكريزي سي او تو. يبقى سميها ريس بايراتوري الكلوسيس. طيب ريس بايراتوري الكلوسيس. كاركترايز ده باي ايه? انت بتقول الكلوسيس. يعني هزود البي اتش. يبقى لازم هنا الريشيو دي زادت. فبالتالي البي اتش عندي ايه? قال لي البي اتش عندي زاد. طيب هنا ده ريس بايراتوري كان نتيجة لايه? قال لي نتيجة لان ده هو الال. المقام عندي ال. يبقى الريشيو دي حصل لها ايه? الريشيو زادت. فالبي اتش ايه? زادت اكتر من كام? اكتر من سبعة خمسة واربعين من مية. نتيجة لايه? قال لي نتيجة النقص او في السي او تو. السي او تو بقى اقل من ايه? قال لي اقل من خمسة وتلاتين. فانا كده شخصت ايه? قال لي شخصت. اللي هي yup değil. هدي زيادة اللي هي la you call youtube. نتيجة اللي هي نقص الق 용دة. فدي اسمها اليس بايراتوري. يبقى ده بالكاركتر اوف بالكالوز. طيب ان يليه يعمل لي راس بايراتوري . الكلوسيس? ليه في عندي هايباربنتيليشن? قال لي ممكن ليه ان substantial تعمل ايه؟ قال لي تعمل اللي هي واشنج للسي او الهايباربنتيليشن? مع الفيفر بيزيد الريس بايراتوري ريت فبيحصل الهايبر فنتيليشن قالوا مع الناس اللي في الهاي التيتوت نتيجة الديكريز الاكسجين كونسنتريشن في الارتيريا البلاد او د دكريز البي اوتو فبيبقى فيه اللي النقص في البي اوتو استم放 برتري سيستم يعمل ليه علشان هنا نقص الاكسجين فبيكون فيه خروج لاث팅 اكتر من اللازمة من اللزوم في هايبر فنتيليشن ووش السي اوتو. انا خرجت السي اوتو فدخل الشخص ده في كلمة ايه? الدخل الشخص ده في كلمة. ايه? ريس بايراتوري الكالوزيس. طيب. الحاجات اللي هي الريس بايراتوري الكالوزيس. نصلى لحها بيه? قلي الالكالوزيس انه عندك ايه? قل انه عندي سي او تو هو اللي قال. طيب احنا اتفقنا ان اللي اتنين بيبقوا في اتجاه واحد بيبقوا صبورتف لبعض. زي ما السي او تو قال للمقام قال. هتبتدي تقلل ايه? قال لها بتدي اقلل للاتش سي او سري. كنوع من الكمبونساتوري ميكانيزم عشان ارجع الريشيو للطبيعة بتاعتها عشرين لواحد. انت قللت ده النص انا هقل لنا كمان للنص. هتبقى عشرة على نصك انها عشرين على واحد. النسبة بتاعتي او البي اتش بتاعي يرجع نورمل سبعة واربعة من عشرة. يبقى ايه بقى في الحالة دي الكمبونساتوري ميكانيزم للرسبيراتوري الكالوزيس. قال هنا الكمبونساتوري ميكانيزم للرسبيراتوري الكالوزيس زي ما انت كانت المشكلة برايمري ان انت قللت السي او تو فاحنا هنقلل الاتش سي او سري يعني هعمل زيادة في الاتش سي او سري ارجع ريشيو توورد النورمال فيرجع ليه البي اتش ليه السبعة واربعة من عشرة توورد النورمال ده كان ريسبايراتري الكالوسيس طيب لو كان ميتابوليك الكالوسيس ميتابوليك اول ما تسمع كلمة ميتابوليك دماغك تروح لمين قال ليه على طول السي او تو طيب وهنا الكالوسيس يعني البيز زادت يبقى هي مش الاتش سي او سري ممثلة للبيز يبقى اللي هي الاتش سي او سري حصل فيها زادت زادت الرشيو بتاعتها بقت الضعف ادي هنا اربعين اسمت الاربعين على واحد لغرية ما اربعين واحد وستة من عشرة فجمعتها على السابت طلعت البي اتش سبعة وسبعة من عشرة اول معين يتيجي على بي اتش سبعة وسبعة من عشرة اروح ايليه ده اكتر من السبعة خمسة واربعين من مية طيب أكتر من سبعة خمسة واربعين يبقى أسميك إيه أسميه ألكلوسس ألكلوسس هنا لما أجي شخصها بصة على لا لقيته نورمال طيب بصيت على الحسيو سري لقيتها هي اللي زادت يبقى كده شخصها إيه قال إن شخصها ميتابوليك ألكلوسس يبقى الميتابوليك ألكلوسس كاركترايز دباي إيه التلاتة المشهورين مش بتقول ألكلوسس يبقى الراشيو زادت والبي اتش زاد يبقى هنا عندي ريشو زادت وبي اتش زاد طيب الريشو دي زادت نتيجة لإيه الريشو هنا زادت نتيجة لزيادة البي كربونيت يبقى الريشو زادت نتيجة لإيه لزيادة البي كربونيت باي كربونيت تزيد أكتر من إيه احنا عرفنا النورمال رينجي خدناه من 22 ل 26 يبقى نزود اللي هي الريشو أكتر من 26 نشخص إيه نشخص بيها اللي هي كلمة الكالوسيس عملنا ايه هنا عملنا يبقى الميتابوليك الكالوسيس يبقى الميتابوليك الكالوسيس زادت اللي هي الميتابوليك الكالوسيس اكتر من سبعة خمسة واربعين والنتيجة لزيادة البيكاربونيك اكتر من كام اكتر من الستة وعشرين طيب قال لي هنا الميتابوليك الكالوسيس ده ممكن يكون سببه ايه قال هنا سبب الميتابوليك الكالوسيس ممكن يكون نتيجة للفوميتنج واحنا اخدنا في الجي اي تي ان كل ما بعمل ليه انتاج اللي اي ده الاي ده او اللي اتش سي ال انا بضيف اللي هي البي كاربونات بيرجع على الفلد فانت هنا مع الفوميتنج و اللوص investig فيه اضافة للبي كاربونات فاحد بنحصل هي الكلوسيس نتيجة الالتش سي ال و اللي حصل واحد عمال ياخد اللي هي الحاجات اللي هي مضادات اللي هي الحمود زي اللي هي الالكالين السابسنس اللي بتتاخد فانت كأنك بتدخل في جسمك او بتضيف سوديم بايكاربونيت بتضيف الكالي فدي ممكن تعمل مشاكل. طيب احكس اللي هو العيان بتاع فيه مين الكوشنج سندروم والكونز اللي عندهم زيادة فيه الآلدستيرون وزيادة فيه السيكليشن اوف الهايدروجون اين فبيكون عندهم ميتابوليك ايه ميتابوليك الكالوسيس وعلاقة الهايدروجين مع البوتاسيوم لما تشوف اللي هي الافيكت بتاع الالدستيرون لانه بيتحكم كمان في البوتاسيوم السيكريشن. طيب يبقى دي هنا الاسباب. اللي هي دي اللي عملت ايه? اللي هي الميتابوليك اه عندي ايه? ميتابوليك هنا الكالوسيس. طيب كوركتت بايه? طيب ميتابوليك الكالوسيس انت كنت بتقول هنا الكالوسيس انا كنت مزودة اللي هي الاتش سي اسري. فانت بالتالي هنا زي ما زودت الاتش سي اسري هو كمان يدخل عندي اللي هي الاسبايراتوري كنترول ويزود لك اللي هي السي او تو. اتفقنا واحد بيزيد. التاني يعمل زي ويزيد. عندك الاتش سي اسري زيادة. فهنا الاسبايراتوري سيستم يزود اللي هي السي او تو. فانقول البرايمري كومبونسيشن هنا ان يبتدي يحصل ايه? اللي هقلل الفنتليشن. علشان اعمل ايه? قال علشان ازود اللي هي السي او تو. بس لاحظ هنا ان احنا بنتحرك ايه? بنتحرك فرنج بسيط. يعني الريشو اللي هي واحد هتبقى واحد ورب. طيب وهنا الكدني تعمل ايه? قالت برضو الكدني تبتدي انها تعملت زيادة في اللي هي الاكسيكريشان او في البيكربونيت. عشان احاول اقل البيكربونيت اللي كانت عالية دي دي كانت واصلة 40. طيب قلت البيكربونيت للريشو كام خمسة وعشرين. طيب نقسم الخمسة وعشرين على اللي هي الرشو الجديدة على الواحد وربع دقائق تطلع الرشو هي عشرين لواحد. عشرين لواحد يعني رجعت الرشو بتاعتي سبعة لاربعة. يبقى هنا انا هنا في الحالة دي شغلت مين في الميتابوليك الكالوسيس? انا بشغل اللي هي تو سيستم. بالنسبة هنا اللي هي الفنتيليشن? قللنا الفنتيليشن لما قلت الفنتيليشن البي سي او تو زيت. طيب وفي معها ايه? قال لي كمان في معها ان انا بعمل البي كربونات باي فده هنا بيحاول يزبط الرشو برجع الرشو الورد النورمال اللي هي عشرين لواحد فرجعت البي اتش توورد النورمال. فبيقول هنا تخلي بالنا دايما ان الكدني اللي هي البيزيك ميكانيزم لها عشان تعمل ريجريشن لها سواء اسيدوزيس او الكالوزيس بيكون عن طريق انها بتزبط الاتش سي او سري والهايدروجين كلمة تايتريشن هنا اللي هما ان هي بتعدلهم ببعض. فممكن تخرج مسلا البي كربونات كتير فتسيب هايدروجين او اكسيكريت الهايدروجين ويخلي اللي هي البي كربونات فالتنين ايه? ان انت تشيل واحد وتحط التاني ده يزبط اللي هي البي اتش. يبقى ده هنا كومبونساتري ميكانيزم اللي هي الميتابوليك الكالوزيس. يبقى هنا اخدنا الانواع بتاعة اللي هي الاسيدوزيس والالكالوزيس وخلصناهم وباقي اللي هي الجزء التطبيق العملي لموضوع اللي احنا اخدناه. قال بتاعها هو او اللي هو ازاي نقرأ قال طيب احنا كلمة هنا هناخد عينة والعينة دي هنشوفها في وده جديد علينا احنا دايما لما بتاخدوا العينات للمرضى انتم بتشوفوا ان احنا بناخد العينة من الفين لكن ده العينات بتاعت اللي هي البي اتش وي البي سي او تو والبي كاربونيت احنا هنقرأها في الارتيريا البلد قال لي ليه قال في اختلاف بين الارتيريا البلد وبين الفينس بلد فالارتيريا البلد هنا بيكون البي اتش بتاعه هاير والسي او تو بيكون قليل والاتش السي او سري اللي هي بيكون فيها عالي اللي هي اللي انت جاي بالارتيريا البلد شاير اللي هي مور اكسجن والسي او تو فيه اقل السي او تو اهو اقل وبالتالي الالكالي ريسيرف عندي عالي لكن لما وصلت على مستوى السل ووصل البلاد اللي هي الارتيريا البلاد اللي هي السل فالسل هنا بتنتج سي اوتو كتير فبيبتدي اللي هي البي اتش ده بيختلف والسي اوتو بيختلف فلا ان البي اتش بيبتدي يقل يعني بتبقى مور اسيدوزيس نتيجة للميتابوليك برودكت والسي اوتو اللي طلعت من السل والسي اوتو بقى عالي والالكالي ريسيرف بتاعي قل شوية قال لو خدت عينة من الفينس بلوت فالعينة دي هتكون مختلفة أكوردنج لمكان الفين اللي انت خدته فعلشان يكون عندي عينة البي اتش فيها ثابت فاحنا البي اتش كده مبدئيا احنا بنقيسه ليه ارتريال بلوت يبقى البي اتش اللي احنا بنتكلم عنه من اول ما بدأنا البي اتش اين ارتريال بلوت مش فينس بلوت ليه؟ عارفنا ان فيه فرق لان هنا لما البلوت بيرجع في الفينس صعيد أكوردنج للميتابوليك اكتيفتي يكون على اساسه اللي هي البي اتش عندي بي يتغير فما ينفعش اخد عينة واحكم بيها على البي اتش بتاعنا قال طيب الابي جي ده او الارتريال بلوت جازز دي احنا هنشوف فيها ايه ونعمل كومنت عليه قال لي اول حاجة ببص كده على البي اتش دي الخطوة الاولى احكم ايضر اسيدوزيس ولا الكالوسيس طيب ازاي؟ نحفظ الرقمين دول زي ما هم النورمال افريج رينج سبعة وخمسة وتلاتين من مية لسبعة وخمسة واربعين من مية طيب امتى اقول ان اللي الحالة دي فيها اسيدتي لو كانت اقل من سبعة خمسة وتلاتين من مية البي اتش طيب امتى اقول ان فيه الكالي لو كانت اكتر من سبعة خمسة واربعين من مية يبقى الرقم دي يتحفظ علشان هو اللي هنحكم به على الارقام اللي هتيجي في المسائل 735 من 100 ل745 من 100 لو قل من 735 انت بقى أسيدوسس أكتر من 745 ألكالوسس طيب تاني خطوة عيني تيجي على مين قال لي على البي سي او تو البي سي او تو ده بيمثل ايه قال لي ده بيمثل عندنا الأسد طيب النورمال رينج بتاع البي سي او تو هنخليه من كام لكام شايفين هنسهل الأرقام 35 ل45 مش هي دي 35 وال45 هنخلي السي او تو برضو من 35 ل45 طيب ده بيمثل الأسد يعني لو قل عن 35 ده معناها ايه معناها الأسد تيقلت يعني احنا بقينا ايه بقينا ألكالي يبقى دي كريز اللي السي او تو أقل من 35 ده معناه الألكالي ولو زاد وحصل أكيوميليشن فيه اللي هي السي او تو يبقى ده اكتر من 45 معناه ان فيه أسدتي يبقى ده هنا بالنسبة ليه البي سي او تو اروح بص عليه وابقى فهمة وعارفة ان هي البي سي او تو او السي او تو ممثل للأسد في جسمي لو الأسد قل يبقى احنا نروحنا فيه ناحية الألكالي ولو الأسد حصل أكيوميليشن يبقى فيه زيادة في الهيدروشن ايه يبقى ناحية الأسدتي طيب وبالنسبة لله سي او سري اله سي او سري في جسمنا دي اللي هي بتمثل البيس طيب والنورمال رينج من كامل كامل من 22 ل 26 ده النورمال رينج والرقم ده يتحفظ عشان نحل بين مسائل طيب دي بتمثل البيس يبقى لو قلت عن اللي هي ال 22 يبقى ده معناه ايه معناه أسدتي ولو زادت عن اللي هي ال 26 يبقى معناه ايه معناه الألكالي يبقى قلت عن اللي 22 يبقى احنا روحنا ناحية الأسد زادت عن ال 26 نحنا ناحية الألكالي يبقى الثلاثة دول هتمشي بيهم بالترتيب والأرقام تتحفظ من 7 ل35 ل7 ل45 ده الرقم اللي انتو حفظينه بتاع البي اتش النورمال فاديو طيب السي قطوح خلناها كام من 35 ل45 عشان تبقى اللي هي نفس الأرقام ويبقى عندي الرقم الجديد من 22 ل26 احنا كنا بنقول النورمال فاديو بتاعتنا ال 24 هنا عملنا رينج بقى علشان نحكم بيه من 22 ل26 ده بالنسبة للأتش سي و سري طيب في بعض المعلومات كده تبتدي تعرفها عن نورمال بلاد اللي هي واحنا كنا قلناها برضو قلناها في المحاضرة اللي فاتت النورمال بلاد بي اتش اللي هي الأرطيريا البلاد اللي هو النورمال كام 7 و4 من 10 اللي هو الأفرج ما بين اللي هي ال 7 و 35 من 100 للي هي ال رينج 7 و 45 من 100 قال لي احنا لاحزنا ايه من المحاضرة اللي فاتت قلنا لاحزنا ان هي شوية او سلايتلي الكالين هي بيميل لان احنا قلنا لما بدي ايس اللي هي ال بيور ووتر واللي هي نيوترال بي اتش بتاعتها اللي هي 7 فاحنا بالنسبة للبلوت بتاعنا بقى هي سلايتلي بيزيك شوية او الكالي طيب ليه قال لي ان البلوت بيكون فيه الالكالي يوريوسيرف اللي هو البايكاربونيت علشان بتبقى مستعدة انها تعمل ايه تعمل ليه تعادل الاسيدتي اللي خارجة احنا جسمنا كل الميتابوليزم فيه بيعمل ايه بروديوس اسد ما بنتكش انا بيز جسمي ما بينتكش بيز ده احنا لقينا على طول اسد من ايه قال لك عملت كاربوهايدرات ميتابوليزم ده كان بيطلع ليت��اط Ern اه بروتين ميتابوليزم طلع ليتاطل اه الفوسفيت ميتابوليزم طلع اسد عملت lists passengers طلعت اسدي ضلعت اسدي خادت درج طلعت اسد فاحنا منتجين للاسد مش للباتز فهنا الدم بتاعنا بيبقى فيه الكل اللي هو اللي هو البايكاربونات فعشان كده بتاعتنا بتبقى لية نحية الالكالي شوية. قال طيب البي اتش اللي احنا بيناسها دي في الاكسرا سيليولر فلاود. هل الاكسرا سيليولر فلاود بتختلف؟ طبعاً دي السلب بذاتها كده بنفسها هي مصدر الميتابوليزم الأساسي فهي منتجة لليه الأسد. فبالتالي لو قصت الاكسرا سيليولر فلاود البلاود بتاعتها هتطلع مور أسدك عن الاكسرا سيليولر فلاود. مش انت لسه قيلين ان الاكسرا سيليولر فلاود فيها اللي بيستقبل ويعمل بفر للأسدة. وان ده سبب ان احنا جسمنا بيبقى الالكالاين اللي هي السبعة واربعة من عشرة يبقى الاكسترا سيريولار فليوت بتبقى الكالي لكن اللي هي اللي هي بتبقى البي اتش بتاعتها اقل من الاكسترا سيريولار فليوت رايحة ناحية الاسدة شوية علشان هي منتجة للاسد طيب احنا كده فهمنا ان البي اتش بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها هي الارتيريال بلوت بي اتش وانها دي اللي هي بتبقى سلايتلي الكالين وهنبتدي هنا نحكم عليها بقراية اللي هي الابجي. طيب علشان تقرأ الابجي او الارتيريا هنعملها في تلات خطوات. كلمة انتربريتيشن تحللنا الاراية اللي احنا بناخدها. اول حاجة تروح حاطة عينك على ايه? قالها حط عيني اشوف البي اتش. هل هو اسيدوزيس ولا الكالوسيس? طيب تاني حاجة تحكم عليها ايه? هل الاسيدوزيس ده او الالكالوسيس كان ريسبايراتوري ولا كان ميتابوليك? نبص على اللي هي البي سي اوتو الاول. وبعدين نشوف اللي تشينج فيه ونشوف اللي تشينج فيه الاتش سي واسري بعدين. يبقى هنا ادنتفاي ايه? هي ريسبايراتوري ولا ميتابوليك? وتالت خطوة عايز تشوف ايه? قال اشوف كومبونسيتد ولا انكمبونسيتد هي يعني ايه كومبونسيتد? عندك مشكلة. هنا علجتها الكدني او علجتها اللنج او في بفر او في مين اشتغل? طيب وهل كومبونسيشن ده هنا هنشوف بعد كده بارشل ولا كومبليت او فول كومبونسيشن يبقى احنا هنحكم في القراية بتاعتنا ونمشي خطوة خطوة اول حاجة نقراها هي البي اتش. بعد البي اتش انت حددت هي اسيدوزيس ولا الكالوزيس. بعد اما حدد اسيدوزيس او الكالوزيس احدد ريسبايراتوري ولا ميتابوليك وبعدها اشوف فيه كومبونسيشن ولا انكمبونسيتد طيب نبتدي نشوف ادنتفاي من اساسه اصد ولا بيز. هشوف البي اتش فقال لي ما احنا عندنا نورمال رينج في البي اتش اللي هي ايه قال لي السبعة خمسة وثلاثين من مية للسبعة خمسة واربعين من مية. لو كانت اقل من السبعة خمسة وثلاثين اسيدوزيس. لو كانت اعلى من السبعة خمسة واربعين يبقى الكالوزيس لو جاب لي مثلا اكزامبل بي اتش سبعة وعشرين من مية. دي اقل من ايه من الخمسة وثلاثين. العشرين اقل من الخمسة وثلاثين. يبقى دي دياجنوز على انها ايه? اسيدوزيس. طيب لو جاب هنا سبعة خمسة وستين من المية. خمسة وستين هنا. اكبر من الخمسة واربعين. يبقى على طول دياجنوز الكالوزيس. يبقى اول خطوة انا حكمت على البي اتش بتاعتي. اسيدوزيس ولا الكالوزيس. يبقى تاني خطوة عايز تعملها ايه? اللي عايز اشوف. هي الاسيدوزيس دي. ولا ميتابوليك. ادي الاسيدوزيس اللي كانت موجودة سبعة والعشرين من مية. اول حاجة شفناها البي اتش وقلنا ادي اسيدوز. تاني حاجة تبص عليها ايه? قال لي تاني حاجة على طول. ابص على البي سي اوتو. هي اللي هتعرفني. المشكلة ريسبايراتوري ولا ميتابوليك. قال ازاي? قال لي بصيت على البي سي اوتو. لقيت البي سي اوتو كام? خمسين. طيب هي الخمسين دي زيادة ولا قليلة? قال لي طب نفتكر النورمال رينج. النورمال رينج من كام? من خمسة وتلاتين? الى كام? قال لي الى خمسة واربعين. طيب يبقى الخمسين دي ايه? اعلى من الخمسة واربعين. يبقى معناه ان انا عندي زيادة في السي اوتو. اكيميليشن للسي اوتو تعمل ايه? تعمل اسيدوزيس. يبقى هنا السبب كده ماشي ان دي هتبقى ايه? ريسبايراتوري اسيدوزيس. طيب اللي هي الاتش سي اوتو دي كومنت عليها ايه? دي طلعت نورمال. يبقى احنا هنا هي المشكلة الاسيدوزيس ميتابوليك ولا ريسبايراتوري? رحنا بصين على ايه? قال لك على طول هنا لو المشكلة كانت ريسبايراتوري هتبقى المشكلة فين? في السي اوتو. طيب بصيت على السي اوتو. لقيته فعلا السي اوتو زيادة. ادي السي اوتو زاد زي الاكزامبل اللي احنا كنا بناخده. يبقى الحالة دي هنا ايه الحالة دي ريس بيراتوري اسيدوزيس. طيب هل في اي نوع من انواع الكمبنسيشن ده ده لسه الكدني ولا اتقصرت ولا عملت حاجة لان لقيت النورمال ايه النورمال باي كاربونات ليفل. يبقى دي حالة ايه? قال لي دي حالة ريس بيراتوري اسيدوزيس. وهي انكمبنسيتد. ما فيش شغل خالص لسه الكدني ما عملتش حاجة. يبقى انا شخصت وقلت ان دي خمسة وتلاتين. اقل من سبع خمسة وتلاتين يعني ايه? قلت لي يعني طاني خطوة انا شفت تاني خطوة على طول اشوف ايه? قلتت ده ايه? قال لي ده كده في النورمال ان byłydane? للنورمال ليه? لان النورمال بين الخامسة وتلاتين والخامسة واربعين. فدا كده نورمال. طيب كده ابصة على مين? ابصة على البيكربونيت. ايه اغبار البيكربونيت? البيكربونيت دي قلت? قلت اقل من كام? قال لي بتاحها من استنين وعشرين الى ستة وعشرين. فهي كده اقل من اتنين وعشرين. طب وايه يعني? قال لي ما هديه دلالة على البيز. طيب البيز قلت يعني هنا في ايه? في اسيدوزيس. طيب يبقى لي كده هنا لما قال لي فرق ما بين ولا ميتابوليك. اه دي هنا في الاول قلت تشخيصي ان ده اسيدوزيس. البي اتش اقل من السبعة وخمسة وتلاتين. طيب اول تاني خطوة ان انا بص على البي سي اوتو. البي سي اوتو طلع نورمل. يبقى اللانجة تلعة براقة. معnديش مشكلة فين. معnديش مشكلة في اللانج. يبقى ده مش ريسبايراتوري. انا كده لغيت فكرة ريسبايراتوري اسيدوزيس. بصيت على ال اتش سي او اسري. ليه? بتمثل میتابوليك بروبلمكن. هنا بتمثلها الكدني. فلاقيت بايكربونات ايه? لا لا. لقيت البايكاربونات قلت. معنى ان البايكاربونات قلت ان احنا عندنا ايه? ميتابوليك اسيدوزيس. طيب الميتابوليك اسيدوزيس ده او هي فيه اي علامات على الكمبونسيشن. لو كنت بقول انه كان المفروض لو فيه خطوات من اللانجة هتبتدي تعملها. كانت هتبتدي تعمل ايه? كانت هتبتدي تقلل اللي هي السي او تو. زي ما الريشيو دي قلت. زي ما الاتشي سي او سري قلت. ليه? لان انا عندي اسيدوزيز. فكنت هحاول اطرد اللي هي السي او تو. علشان ارجع شوية او اخف من اللي هي الهايدروشين اين. يبقى فهمنا فكرة اللي هي التشخيص ميتابوليك او ريسبايراتوري. نشوف برضو ايجزامبل تاني. مرة دي لقيت البي اتش كام? سبعة والخمسين من مية. طيب هي كده اكتر من كام? قال لي اكتر من سبعة خمسة واربعين. سبعة خمسة واربعين. يعني هنا دي شخصتها الكالوسيس. يبقى اول حاجة قال لي هنا ادنتفاي بقى ريسبايراتوري ولا ميتابوليك? قلنا اول خطوة نبص على البي اتش. مهما كان الترتيب اللي هي المعلومات اللي اعطيها لك. تاني خطوة بص على اللي هي البي سي او تو. لان من البي سي او تو بقدر احكم ريسبايراتوري ولا لأ? ما هو لأ? يبقى ميتابوليك. طيب امتى هنا? لو كان كلمة الكالوسيس ده معناها ان الهايدروجين ايون عندي قليل. يعني انا عامل ووش للسي او تو. يبقى بصيت على السي او تو. لقيت السي او تو ايه? السي او تو ده بالنسبة لي قليل. ليه? هو نورمال رينجي كام? نورمال رينجي نعيد تاني من خمسة وثلاثين لخمسة واربعين. فالنورمال رينجي قل. يبقى هنا المشكلة عندي فين? مشكلة عندي ريسباييراتوري. وبتأكد هنا بصيت على البي كربونيت. لقيت النورمال ليفل اوف باي كربونيت اربعة وعشرين. يبقى مشكلة في اللانج تأثر على السي او تو. لما يقل السي او تو كلمتي يقل السي او تو يعني قل الهايدروجين اين عندي يعني عندي ايه عندي ليا الكالوسيس طيب هل الكيس دي كومبونسيتد ولا لده انا لقيت ليا البيكاربونيت عندي نورمل والكدني لسه قاعدة ما كانها معملتش حاجة فدي حالة نسميها حالة ايه ريس بايراتوري الكالوسيس هي حتى لسه ما بدأتش تعمل الكدني اي كومبونسيشن يبقى حتى لو حب اكتبها مفيش كومبونسيشن لسه طيب ناخد كيس تاني برضو هنا الكيس دي طلعت? الكلوسيس. ليه الكلوسيس? ادي سبعة وخمسين من مية. وهي هنا طلعت اعلى من سبعة خمسة واربعين. ده النورمال. يبقى هنا هاي بي اتش الكلوسيس. طيب ابتدي ادنتفاي. ولا ميتابوليك. قلنا اول خطوة تبص على البي اتش. تاني خطوة بص على ايه? البي سي او تو. بي سي او تو تلعت كام? اربعين. اربعين دي ايه? دي نورمال. لانها في النورمال رنج من خمسة وتلاتين? ليه? خمسة واربعين. يبقى دي نورمال. يبقى ال في الحالة دي ايه? براءة. ما عندهوش مشكلة فيه السي او too. طيب ابص على ال اتش سي او سري. لقيت ايه? في ال اتش سي او اسري? لقيتها تلاتين. تلاتين دي معناها انها ايه? قليلة ولا ولا ول عالية? لقى ده النورمال رنج من اتنين وعشرين الى ستة وعشرين. يبقى الليفل بتاع الاتش سي او سري هنا عالية. الاتش سي او سري دي بيز. وهنا دي السبب ميتابوليك. يبقى ميتابوليك ايه? ميتابوليك الكالوسيس. يبقى ادي اللي هي الاتش سي او سري بقت عالية. والكيس عندي ميتابوليك آآ الكالوسيس. طيب هل هي كومبنسيتد? لا ولا كومبنسيتد ولا حاجة. ده لسه اللانج سايب السي او تو زي ما هو. يبقى دي هنا انكمبنسيتد ميتابوليك الكالوسيس. يبقى اول حكتين احنا بدأنا بيهم identify ايه هي acidosis ولا alcalosis دي الخطوة الاولى بعد ما بتعرف acidosis ولا alcalosis اعرف هي metabolic ولا respiratory طيب الخطوة اللي بعد كده هنا identify هي compensated ولا uncompensated كل الحالات اللي شفناها اللي فاتت دي كانت حالات ايه حالات uncompensated يبقى الcompensation ايضا ان انا قدرت اللي هي دي uncompensated اللي شفناها او ان انا هقدر اعمل لها compensation يعني ايه compensation تعويض لو عندك فيه كفة في الميزان قلت اللي هي مقام مثلا اقل للي هي الكفة التانية لو هي دي زادت نزود اللي هي الكفة التانية عشان ارجع دايما للرشيو 20 ليه 20 لواحد فبالتالي اقول هي uncompensated ولا لا الشرح اللي احنا قلناه قبل كده في التشخيص كله اللي هي الانواع اللي قلناها اللي هي respiratory acidosis او الكلوسيس وميتابوليك اسيدوزيس او الكلوسيس والرقم التاني كان بيبقى completely normal بتاع السي اوتو او الاتش سي او سري طيب كلمة compensation بقى نقول هعمل partial compensation هيبقى ال ph still abnormal وهفهم دلوقتي يعني ايه او fully compensated هرجع بالph للnormal level هتقولوا ده احنا كده هنتوهم مش فاهمين حاجة يعني ايه partial compensation هي في compensation حصل بس لسه بارشل ماكملشي وبيبقى still the ph ما رجعتش للnormal فهي لسه abnormal اقدر اشخص منها acidosis او الكلوسيس طيب لو عملت full compensation ده انت رجعت للnormal ph تقدر تعرف فين ال defect قال طيب نمسكها واحدة واحدة partial compensation ومعاها هنا قلنا ايه abnormal ph ليه لانها not fully compensated فstill the ph ملغبطة ادينا اجزامبل عشان نفع قالك الاجزامبل انت قلنا نعمل commentة على ايه اول حاجة قالك commentة على ph ال ph 37 من 100 دي اقل من كام قالك اقل من 7 35 يبقى دي شخصها ايه قال شخصها acidosis طيب تاني خطوة قلنا بنبص على مين قال بنبص على p co2 لقيت p co2 ايه لقيته عالي ده معناه co2 زيادة فمعناه ان فيه ايه في زيادة في الhydrogen ion يبقى هو سبب ال acidosis طيب بص على h co3 الله المرة دي لقيت h co3 عالية لقيتها 49 هي normal بتعليه h co3 انها ايه من 22 ل 26 انت لقيتها 49 معناها ايه 49 قال دي زادت عشان تعود زيادة في co2 فترجعلك ratio لل normal طب هل هي رجعتها لل normal لا لسه ما قدرتش ترجعها لل normal فقول عليها ان ده partial compensation يبقى هنا عندي ايه قال لي هنا ده acidosis ده respiratory تغيير البايكربونات علشان كان يعود زيادة زي ما co2 زاد البايكربونات هي كمان بتزيد محاولة لها انها ترجع ال ratio لل normal ورجع ال ph لل normal بس لسه partial compensated تمام كده طيب قال نشوف example تاني علشان نفهم ال ph دي acidosis ولا alcalosis طيب نشوف دي اعلى من كام قال لي اعلى من السبعة 45 طيب يبقى معناها alcalosis تاني خطوة على طول تبص على مين قال تاني خطوة CO2 ده عالي المفروض ان ده كان يبقى acid يبقى acidosis بس انا مش مشخص acidosis ده انا مشخص alcalosis اما الهو عالي ليه العالي انزل لل HCO3 ال HCO3 اخبارها ايه لل HCO3 عالية اعلى من ايه من الطبيع دي من الطبيع من 22 ل 26 يبقى primary defect هنا كان بدايته مين primary defect HCO3 زادت عملت metabolic ايه هنا زيادتها دي بيز عملت metabolic alkalosis عملت metabolic alkalosis وانا عندي هول alkalosis طيب وزيادة اللي هي CO2 زيادة CO2 ده كان اللي يعود ايه اللي يعود الزيادة في HCO3 طب وانت تتأكد منين وعرفت ان primary defect في HCO3 مش CO2 ما هو لو كان CO2 CO2 زيادة كان البي H عندي يبقى أسدك BH مش alkalosis انت شخصت ايه قال لي شخصت alkalosis شخصت alkalosis يبقى لاسم alkalosis هو الزياد طيب alkalosis ده هيكون ايه لو كان سببه كان يبقى هنا لكن انا لقيت ايه لقيتش سببه هي الزيادة طيب الزيادة في CO2 دي كانت ايه هل compensatory mechanism كان full compensation قال لي لا ده partial compensation لاني ما رجعتش اللي هي ratio للنormal وما رجعتش البي H للنormal level يا رب اكون قادرة وصل لكم الفكرة بتاعتها والمفهوم طيب نشوف هنا بقى اللي هي الفولي compensated ده الفولي compensated هتقوله normal B H وتقوله لنا فيه defect L شوف ده normal ولا مش normal L اه طبعا ده normal ده normal range اللي هو between اللي هي 735 زمن تولسه اللي لنا ل745 طيب ايه المشكلة قالك طيب ما تشوف المشكلة بص على BCO2 level بتاع BCO2 ده normal قال لا BCO2 ده عالي ده اعلى من normal بتاع الاعلى normal هو 45 قالك طيب بص على HCO3 قالك وال HCO3 هي برضو عالية اعلى من 26 الرقم الكبير بتاعها قال طيب ونعرف احكم عليها منين انا مش عارف ما هو ال-BH رجع لل-Normal level اللي هو normal average بتاعي وعندي دول disturbed اللي اتنين اللي اتنين هنا عاليين فانا كده مش عارف احد قالك لأ في قاعدة هندهالك بص لل-BH هو normal لكن ناحية الأسيدك سايد يعني ايه ناحية الأسيدك سايد قالك ما انت هنا كده لما بتمشي من ال-35 دي هنا انا كده في الناحية القريبة من الأسيدك زي ما هشوف دلوقتي 35 ده انت لسه قدامك مشوار لحد ما وصل اللي اللي هي ال-45 45 دي القال كلي ودي ناحية الأسيدك سايد هشوف هدلوقتي يبقى ما كون ناحية الأسيدك سايد ده انا اكيد المشكلة كانت عندي أسيدوزيس طيب مشكلة عندك أسيدوزيس مين اللي يديني في الأرقام دي أسيدوزيس ال-HC أسيري اللي عالية لا دي بتمثل ال-Base ودي بتمثل الأسيد الأسيد هو اللي عالي يبقى ده وهنا full compensated يبقى شوفنا هنا ال-B-H رجع نورمال لكن نقول ده ناحية الأسيد المشكلة هنا يبقى الزيادة في يبقى اللي خدناه سبعة خمسة وتلاتين من سبعة خمسة وتلاتين للسبعة خمسة واربعين ده كل ده أرقام نقول عليها ناحية الأسيد في هنا نورمال بس ال-Kalotic سايد اللي هي سبعة واحد واربعين مش احنا وصلنا هنا لسبعة تسعة وتلاتين هنقول السبعة اللي هي سبعة واربعة من عشرة وسبعة وواحد واربعين وسبعة واتنين واربعين وسبعة وتلاتة واربعين واربعة واربعين لحد ما وصل للخمسة واربعين يبقى هنا كمان في كانت سبعة وخمسة دي ناحية بس ناحية يعني دي كانت يحاول يعمل كوريكشن. اسيدوزز هنا كان سببه ايه? وبقى فول كومبونسيتد. طيب ولما بص للمسألة الالكالي. الالكالي خداني اكزامبل بياتش سبعة واربعة واربعين. سبعة واربعة واربعين دي ناحية ايه? اللي في اللي هي نورمل بس الكلوتك سايد. دي هنا الكلوسيس. طيب الكلوسيس. مين اللي يدي الكلوسيس? البي سي قطول عالي? لا ده البي سي قطول عالي ده العالي كان هيديني اسيدوزز. طيب مين? قال لي اللي البيس بتاعتي دي عاليه الخمسة وتلاتين. يبقى دي عاليه دي الرايمري دفكتي. يبقى هنا دي. وده هنا كان بيعوضها لي بيزيد زي ما هي زالت. فالكوز هنا ميتابوليك. ميتابوليك أسيدو. الكاليوسيس فولي كومبونسيتد. يبقى الكيس هنا سبعة اربعة واربعين. دي النورمل دي في حدوده النورمل. النورمل عندي لحد سبعة خمسة واربعين. هي سبعة اربعة واربعين. فبص السبعة وربعة وربعين. البي سي او تو واله سي او سي دول نورمل. لا دول مش نورمل. دول اللي اتنين عالين. اتنين عالين. مين البرائمري دفكت؟ البرائمري دفكت بما اني بتكلم عن الكالوزيس. يبقى زيادة البيس. زيادة البيس. ادي البي كربونيت زاد. واللي عامل كومبونسيشن. السي او تو زاد علشان يعوض. فهنا الكمبونسيشن بقى فل. لاني رجعت البي اتش طورد النورمل. يبقى الانتربريتيشن عندنا اللي هي الاب جي. تلات حاجات ونطبقهم في الاجزامبل اللي قدامي. اول حاجة نبص على البي اتش. ده نمبر وان في اي مسألة. تاني حاجة حتى لو ترتيب المسألة زي ما قلتلكم مش مترتبة. ابص على السي او تو. وبعدين اخد نظرة على الاتش سي او سري. بس انا من اول السي او تو خدت قرار هي ريسبايراتوري ولا ميتابوليك. ابص على تاني عشان نشوف او نوت كومبنسيتد. قال لي احنا جبنا هنا ليا الابوراتوري داتا رجعت لنا بالارتيريا البلاد اللي احنا واخدينه من عيان. ببي اتش كان كام. قال لي سبعة تمانية وعشرين. روح عامل على طول سهم. واقول ان ده اقل من السبعة خمسة وتلاتين. يبقى ده اللي هي الاسيدك. طيب اسيدك. تاني خطوة بص على مين? على البي سي او تو. ده عالي. يبقى اكيد ده ايه كده شغور? انا شخصته ريسبايراتوري. طيب عايز اشوف هو كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد ولا هنا لو كان كومبنسيتد هيبقى برشل احكم عليه برشل ولا اه فول كومبنسيتشن. انا لقيت الاتش سي او سري ايه? الاتش سي او سري ايه? فيه كومبنسيتشن هل هو فول? لا مش فول لانه ما رجعش البي اتش توورد النورمال. فتبقى عندي الحل بتاعها ايه؟ ريسبايراتوري اسيدوزيس ويز بارشل كومبنسيتشن. قال لي هنا بارشل مين اللي عامل الكمبنسيتشن ويز بارشل رينال كومبنسيتشن. يبقى هي دي الاختيار. يبقى فيه نوع واكزامبل من المسائل بيجي لنا. بيجي هنا جايب اللي هي الداتة. وقال لك البيشنت ده بيعاني من ايه? وجايب لي اختيارات. طبعا الاختيارات دي كلها في الاول هنا اشوف هو بعملها شايفين كلها هنا عملها لي اسيدوزيس. علشان هو كده ايه بيصعبها علي? لان هي خلاص متشخصة اسيدوزيس. لو كان عاطي في الاختيارات اتنين اسيدوزيس واتنين الكالوزيس كنت كانسلت اتنين. لكن مرة عامل ريسبايراتوري. آآ اللي هي ده هنا اكيوت ريسبايراتوري اسيدوزيس. وزاوت رينال كومبنسيتشن لا ده كان في رينال كومبنسيتشن بدليل الاتش سي او سري اللي هي ايه? اللي هي زادت. طيب هو هنا ده ميتابوليك ولا ميتابوليك? طبعا لا انا شخصته خلاص ريسبايراتوري. فكان الاختيار بي هو اللي مزبوط. طيب نشوف تاني. بي اتش بي دي ادي سبعة واثناشر من مية. على طول خلاص بقت اقول وبقت متدربة اقل من السبعة خمسة وتلاتين ده انا شخصت اسيدوزيس. تاني خطوة بص على البي سي او طول. البي سي او تو طلعت كام? البي سي او تو طلعت عندي ستين. طيب الستين دي ماشي مع ان انا اسيدوزيس او ماشي اللي هي فيه اكيميليشن ليه? يبقى كده تمام. طيب الاتش سي او سري الاتش سي او سري هنا تسعة وعشرين. هي النورمال فاليو بتاعتها من كام? من اتنين وعشرين لستة وعشرين. يبه هي بتحاول تزيد زي ما هي السي او تو زيادة. ففيه هنا نوع من ايه? فيه نوع من الكمبونسيشن. الكمبونسيشن ده بارشالي كمبونسيتد وقى دي راسبيراتري اسيدوزيس. زي ما احنا قلنا دي سي او تو راسبيراتري اسيدوزيس. وليه قال لي بارشالي كومبونسيتد? لان السي او تو الاتش سي او سري بتاعها زي ما السي او تو عليه بس ما رجعتهاش للنورمال فبقيت بارشالي كمبونسيتد. طيب مسألة بعدها. بي اتش كام? ها دي البي اتش هنا سبعة تمانية واربعين. لا 748 دي أعلى من 745 يبقى ده في صف الألكلي طيب في صف الألكلي دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية اللي أبص عليها الBCO2 بي سي أو تو الله ده الBCO2 أقل حتى من الخمسة وتلاتين طيب هو الBCO2 أقل من الخمسة وتلاتين ده معنى إيه؟ آه ده معنى إن عملت ووش للسي أو تو ووش للسي أو تو فأنا معنى إن أنا عملت الكالوسيس يبقى نوع الألكالوسيس ده إيه؟ نوع الألكالوسيس ده risparyatory alcalousis طيب عايزة شوف هو compensated ولا uncompensated طيب اللي هي الثلاثة وعشرين دي عندي هو normal range من كم؟ normal range من 22 ل 26 يبقى كأن أنا ما إيه؟ كأنني ما عملتش أي compensation ده uncompensated risparyatory alkalousis alkalousis لأن الBCO2 هو اللي قال فبقى risparyatory Uncompensated لأن الـ HCO3 قعدة في حالها ما تغيرتش خالص وقادي اللي هي التشخيص بتاعي الالكالوسيس يبقى شفنا أول حاجة أحكم على الحالة Acidosis ولا Alcalosis طيب بعد ما أقول Acidosis أو Alcalosis أو Respiratory ولا Metabolic طيب وبعض دي هقول إيه Compensated ولا Uncompensated ولو كان Compensated Partial ولا Full Compensation نطبق على الإجزامبل اللي قدامنا ده هنا الـ BH7 وخمسة واربعين ده هنا إيه أقول ده كده هنا Normal طيب ماشي يمكن ما عنديش مشكلة طيب هنا في إيه قل السي أو تو بتاعنا تلاتين تلاتين ده أخبره إيه ده أقل من اللي هي الخمسة وتلاتين يعني أنا هنا ده قل طيب والـ HCO3 قل للـ HCO3 هي كمان قليلة طيب أنا مش عارف هنا قليلة أقل من الـ 22 طيب أنا مش عارف مين السبب السي أو تو ده إيه ده هنا الأسد طيب والـ HCO3 دي الـ BASE طيب لو الـ BASE كانت هي قليلة كان المفروض يبقى عندي إيه قال لي كان المفروض يبقى عندك أسيدوزيس لكن أنت عندك إيه قال لي عندي ألكالوسيس يبقى نوع الألكالوسيس أنا أول حاجة شخصتها الـ BHA ألكالوسيس طيب تاني حاجة شخصتها رسبيراتوري ولا ميتابوليك لأ شخصت طيب تالت حاجة فيه كومبونسيشن ولا أنكمبونسيتد هيقول لي هنا فيه إيه اللي هي هنا كومبونسيتد ونوع الكمبونسيشن فول كومبونسيشن طيب أنا هنا إيه ما قلت إن ده نورمل بس ناحية إيه ناحية اللي هي الألكالي طيب ناحية الألكالي ليه لأن أنا هنا لقيت إن هو عند اللي هي فاكرين اللي إحنا قلناها طول ما قمشي من اللي هي من السبعة واربعة من عشرة لحد السبعة وخمسة واربعين من مية ده اتجاه اللي هو الألكالي طيب إحنا ناحية الألكالي هو آه باين إنه نورمل لكن هو مش نورمل ده هو إيه هو هنا ألكالوسيس بس بقى فولي كومبونسيتد ونوع الألكالوسيس رسبيراتوري ألكالوسيس والدليل إن البي سي أو تو قليل والإتش سي أو سري هو كمان هنا قليل فده اللي هي الكمبونسيشن اللي حصل وده كده يبقى فولي كومبونسيتد رسبيراتوري ألكالوسيس يبقى أول ما شفت البي اتش قلت الله ده نورمل كده تمام بس لأ شفت السي أو تو شفت البي كربونيت لقيتهم مش مزبطين فعرفنا إن كان فيه دف كده طيب نبص برضو على الإجزامبل ده سبعة واتنين وخمسين يبقى ده كده فرانكلي مش نورمل خالص ده هنا ناحية إيه؟ ناحية الألكالي طيب البي سي أو تو تاني حاجة ببص عليها كام؟ تلاتة واربعين نورمل بتاحها من كام هنا؟ من خمسة وتلاتين لخمسة واربعين الله دي كده في حدود النورمل طيب تمام طيب هنا دي كده بيمثل الأسد طيب البي كربونيت اللي بتمثل البي س لا البي كربونيت عالية دي البي كربونيت من اتنين وعشرين إلى ستة وعشرين دي أكتر من ستة وعشرين طيب الحالة دي الأول هنا نقول إيه؟ حالة الكالوسيس طيب داني حاجة ولا هقول ميتابوليك طيب رابع حاجة هي ولا لا دولة داري بيها خالص مفيش هي حالة واللي هي ايه؟ ايه دي هنا وسببه ميتابوليك وهنا لسه ما تحركش خالص فهنا حالة ايه؟ طيب البي سي اوتو كام سبعة وتلاتة من عشر هو النورمال كام سبعة وخمسة وتلاتين طيب دي كده تبقى ايه؟ يقول لي كده تبقى أقل طيب واللي هي البي سي اوتو قال ليه اتنين وسبعين اتنين وسبعين بي سي اوتو ده ايه؟ قال لي زات يبقى هنا عندي ايه؟ قال لي عندي كده مشكلة في الرس پايراتوري سيستم عندي ايه؟ عندي هنا اللي هي اسيدوزز يبقى ounding دي تب ولا حسب ان في اي مشكلة لسا لكدني فدي تبقى حالة نورمال دي يبقى لما تلاقي في يبقى هي لسا ما بدأتش اي خلاص تمام كده طيب بي سيطو الله طب كويس الحمد لله ده نورمل اهو في حدود اهوا قالي في حدود النورمال. طيب نشوف باقي الفاليو. باقي الفاليو الله السيطو السيطو ده لي قليل. ده النورمالョ للسيطو خمسة وتلاتين الى خمسة واربعين. الله كده ده قليل. ماشي. طيب والاتش سي اسري هو كمان قليل. ده من اتنين وعشرين لكامل ستة وعشرين. طيب نرجع نبص على البي اتش هنا سبعة وخمسة وتلاتين من مية. ناحية الاسيدكسايد ولا الالكاليسايد. لا دي ناحية ايه? ناحية اللي هي الاسيدكسايد. ناحية الاسيدكسايد دي بقى المشكلة كانت اسيدوزيس. مشكلة اسيدوزيس ينفع تكون اللي هي السي اوتو. لا ما ينفعش تكون السي اوتو لان السي اوتو قليل. لكن ينفع تكون الاتش سي اسري. طيب يبقى كده في ايه? هنا لما انشخصها نقول ايه? فولي كومبونسيتد. ميتابوليك اسيدوزيس. ليه قلت عليها فولي كومبونسيتد? لان البي اتش ريترن توورد النورمال. طيب وعرفت منين ان هي اسيدوزيس? لانها ريحة ناحية الاسيدكسايد. طيب وعرفت منين انها ميتابوليك? لانها بما انها اسيدوزيس. فعندي هنا في البيس دي لقيتها قليلة البي كاربونيت اللي هي قليلة اللي هي كانت تمنتاشر. لان نقص السي اوتو ما كانش يعمل اللي هي اسيدوزيس. ده كان يعمل الكلوسيس. لكن السي اوتو ده نقص علشان ايه? كومبونساتوري ميكانيزم. لنقص الاتش سي اوتري. فبقى تشخيص الحالة فولي كومبونسيتد ميتابوليك اسيدوزيس. تمام كده? وكده خلصت انواع المسائل كلها. ودي اصعب طريقة للمسائل. لان المسائل التانية اللي بتيجي في صورة كيس وعيان عنده دايبيتس مثلا. او ديارية. او اه عمل سبير اكسرسايز او شوك. هو من الكيس اللي بيدها لك عطيه لك سبب ليه الاسيد بيز. اه بل اه ديستربانس. يعني ما يكون عيان دايبيتك. فانت عندك ايه? عندك الديابيتس. فده حالة ميتابوليك اسيدوزيس. فانت هتبقى حللها اساسا. فاصعب حاجة اللي هي الطرق اللي انا شرحتها لكم. والباقيين كلهم بتبقى الكيس بتحل نفسها. وهي ده النظام اللي ان شاء الله يكون معانا في الامتحان. بالاضافة لان ممكن يجي معاك السؤال. اه الكمبونساتوري ميكانيزم هنا اللي حصل ايه? علشان تقول ده كان عن طريق مثلا انا كوريكت بالكيدني او كوريكت بالرسبيراتوري سيستم. فتكون كاتب سطر عن اللي هي الكمبونسيشن اللي حصل. وان شاء الله ربنا يوفقكم في امتحان العملي والنظري بازن الله.